بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم إخوتي العزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة كما عودتكم بتقديم كل ما هو مميز وجميل ومفيد في علوم الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة فإنني في هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى سأحدثكم عن نوع من أحجار المجوهرات يسمى بحجر الفيناكيت حجر الفيناكيت هو فليز نادر لمعادن البريليوم والسيليكا وهو يتكون عادة بشكل بلورات مستقلة وتكون بلوراته بأشكال غير منتظمة عادة ولكن بسطوح تكون بينها زوايا غير منتظمة قد تكون منفرجة أو حادة أو شبه قائمة وهو يتواجد في عروق البيجماتيت التي تعرضت عند تشكلها لدرجات حرارة عالية كما يتواجد في صفائح الميكا التي تكون عادة متصلة أو مرتبطة بالكوارتس أو الكريسو بيريل أو الأباتيت أو التوباز يتواجد حجر الفيناكيت في جبال الأورال في روسيا وذلك في صخور الجرانيت في جبال إيلين جنوب الأورال كما يتواجد في كولورادو في أمريكا ويتواجد في الجزء الشمالي من جنوب أفريقيا وأيضا وجد في منطقة كراكيرو في النرويج كان يظن أنه من أنواع البيريل لكنه صنف منذ عام 1833 كحجر مختلف مستقل عن أحجار البيريل لهذا الحجر لمعة قوية تشبه لمعة الألماس ويمكن أن يأتي بألوان الشفاف عديم اللون وهو الأكثر شيوعا وكذلك بألوان الأصفر والوردي واللون البني بالنسبة لأسعار أحجار الفناكيت فإنها تتراوح من 29 دولارا للقيراط وذلك للأحجار ذات وزن واحد قيراط ويرتفع السعر كلما ارتفع وزن الحجر ليصل إلى 112 دولارا للقيراط وذلك للأحجار ذات الوزن 30 قيراطا وهذا بالنسبة للأحجار عالية نوعية وذات البنية الخالية من التصدعات والشوائب وذات اللون الشفاف عالي النقاء يرتفع السعر للأحجار ذات الألوان الأصفر والبني وأكثر الأسعار هي للألوان الوردي لتزيد عن 150 دولارا بالنسبة لللون الوردي وذلك للقيراط يمكننا تمييز أحجار الفناكيت من خلال معرفة كثافتها إذ أنها تتمتع بكثافة تتراوح من 2.95 ولغاية 2.97 ويمكننا تمييزها أيضا من خلال معرفة قساوتها إذ أنها تتمتع بقساوة مساوية لقساوة البيريل وهي من 7.5 درجات إلى 8 درجات على مقياس موس في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله عز وجل أسأل الله لكم الخير والصحة والعافية ورزق الحلال الطيب المبارك بأمان الله وحفظه أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته